بسم الله أبوالي بن الرحمن خدس لله الوحدة مية نكمل بنعمة الله ما بدأنا في الأسبوع الماضي أرأنا في الصحة 12 أطلب إليكم برأفة الله أيها الإخوة أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حيا مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من جهة الجسد قال إن المسيحيين يقدمون زواتهم وأكسادهم زبيحة لله كلمنا المرة الفاتت عن تقديم الجسد زبيحة لكن إحنا مش بس جسد يعني عشان كده قال لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم الزهن الزهن هو العقل بالنسبة للجسد أذهاننا يعني عقول لما تكلم أهل كونوا أطفال أهل كونوا أطفال في الشر أما في أذهانكم فكونوا كاملين يعني خليكم زال أطفال إلا بترجوها تصيروا مثل الأولاد مش يعني الواحد يبقى منوش عقل زي الطفل قال لا ما يعرفش الشر زي الطفل أما من جهة الزهن يكون إنسان كبير عقل زهن الجسد اللي هو العقل كنا صغيرين وكبرنا قال لما كنت طفل كطفل كنت أفتكر كنت بفكر أدو الطفل لما صرت رجلا أبطلت من الطفل بقى زهني زهن راجل كبير الزهن الجسدي في العقل ده على مدى السنين جمعنا خبرات كثيرة ودونا المدارس بعدوا يعلمونا والواحد زهنه يتفتح بالسنين أنواع المدارس وأنواع الخبرات عشرنا ناس وشتغلنا وجينا وروحنا ويزداد ويزداد الإنسان عقله بقدر ما يخضع للتعليم والتدريب والخبرات في ناس عقلها بقى كبير قوي طبعا في تمايز بين العقول في ناس زهنهم وصل يختروا اختراعات كبيرة في كل مجالات الحياة في الطب في الهندسة في الفضائيات في الإلكترونيات كل يوم عقل الإنسان كل ما يدربه وكل ما يخلص في المسابرة ومن ذهن يكبر 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 حاجة كبيرة قوي الموازي اللي كده في الحياة الروحية الإنسان الجواني بتاعنا مخلوق على صورة الله في البصيرة اللي كوانية وفي الزهن الروحي الجواني موازي بالضبط للجسد يعني الزهن الجسدي لو سبته بدون تدريب أو تعليم أو ما سقلتش المهارات بتاعته تلاقي الزهن يقولك فلاندا عقله ظلم يعني الزهن مضلم مش مستنير فتلاقي فتلاقي واحد مثلا عنده 70-80 سنة ما عرفش حاجة في الدنيا ليه لأنه ما عندهش زهن متفتح فمفهمش الزهن الروحي الداخلي برضو بالموازي للي بقوله ده صار في أبانا القديسين عملوا ايه قال تجدد زهنهم الروحي قال ما تبقوا شكل أهل العالم لا تشاكلوا هذا الدار تبقوا شك زي الناس ليه لأنكم مختارين ومميزين ومقدسين ما تبقوا شك زي بقيت الناس ما لأيه قال تغيروا عن شكلكم الكلمة بالجريجي باليونان اللي كتب بالإنجيل تغيروا نفس الكلمة اللي قال عن الرب يسوع على جبل التجلي اللي قال تغيرت هيئاته فبيقول زهنكم الروحي الداخلي يتغير كل يوم يبقى الواحد فيه استنارة داخلية لما يقترب إلى الله أم زهنه يترقى زهنه الروحي اللي هو ايه اللي هو بيدرك بيه الإلهيات الروحيات السمائيات غير المنظورة لأن لو بالزهن الجسدي تدرك الإلهيات كان الواحد اللي أخذ دكتراه في الهندسة كان يعرف ربنا أكتر بواحد ما دخلش لغاية ستة ابتدائي يبقى غالبا لكن الإلهيات لا تدرك بالعقل الجسدي والزهن البشري مش المتعلمين أوي ينفعوا كهان ورهبان وأسافة لا 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 أبدا لكن المتعلمين من الله اللي ليه ذهن روحي رأي عالي متجدد متغير ده اللي أدركوا الأباء للدسين وكتبوا عن حاجات عالية قوي 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 بسبب الضمير الجواني والقلب النقي والحس الروحي كتبوا عن رؤية الله والطلع على السماويات والتمتع بالأمور التي لتوره حاجات كبيرة قوي قوي بالضبط يوازي لها الاختراعات الحديثة اللي تسمع عن مش عارف يطلعوا الأمر بعملوا ايه الحاجات الحديثة جدا العقول بشرية وصلت لها بينما عموم الناس يعني يتمتعوا بيها من بعيد لكن في ناس ذهنهم عقلهم بقى كبير قوي في الروحيات نسمع عن الأباء اليدسين ازاي طلعوا على الأسرار ازاي قال انت تعرفوا بذريتي بسر المسيح قديس بوليس الرسول ليه لأن ذهنه الروحي انفتح على الإلهيات اللاهوت المسيحي لا يدرس في مدارس ما ليه هل هل يوصلوا المعرفة الله عن طريق الروح اللي فينا لأن الروح القدس اللي فينا يفحص كل شيء حتى عماق الله فالروحيين اللي تقدسوا بالحياة بالنسك بالأصوام بالصلوات الكثيرة بتطهير القلب دول ابتدوا يعرفوا ربنا كما لا يعرفه أحد من الناس قط عشر في رسالة القديس بولس الرسول لأفاسوس في الصحر الرابع أعتقد أقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم ما تعيشوش ما تسلكوش زي بقية الأمم اللي في العالم اللي بيسلكوا بزهنهم الباطل الجسم إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلازة قلوبهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفسهم للدعارة مزهن جسدي مرفوض ليعملوا كلنا جسة في الطمع أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إذ كنتم قد سمعتمه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح زهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد فعشان كده بقول الزهن الروحي المخلوق فينا في معموديتنا في إنساننا الداخل الزهن ده يتجدد كل يوم يعني نعرف ربنا ما بعرفوش بالعقل ما بعرفوش بالمعلومات ما بعرفوش من وعظة ويوعظوني بها الناس لكن باقترب إلى الله باللفية وبطلع على الأمور بحسب ما أتنقى في الداخل أنقياء القلب يعينون الله فيتجدد الزهن الروحي في الإنسان قل للغاية فين إيه القامة يعني قال إلى ملء قامة المسيح يعني ممكن الإنسان ينمو في الروح كل يوم وما يبقاش إنسان عقيم جامد عرف له شوية حاجات وقف هناك لكن لما ذهنه الروحي اللي بيقترب به إلى الله في معرفة الله ومعرفة أمور الله الزهن ده يتجدد كل يوم فيبتد الإنسان يعرف ربنا كأنه جديد كأنه معرفوش قبل كده لما يترقى الزهن الروحي ده أم الإنسان قال يبتدي يدرك لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أزانكم لتختبروا ما هي إرادة الله طبعاً طبعاً لغوطة كثيرة حصلة في الحياة كثير قوي قوي يتسأل هو ربنا عايز إيه إيه هي إرادة الله من جهتي ربنا عاوز مني إيه وعاوز وأمور كثيرة تعرض على الإنسان في حياته عملية ومتلغوط ليه مش قادر يميز إرادة الله ليه لأنه زهنه ضعيف عشاناً بقول لك ممكن تلاقي واحد بقاله خمسين ستين سنة في كنيسة لكن زهنه مش متجدد أعمال التوبة والحياة مع الله وتنقية النفس والاعتراف الحلو والصلاة كويس والصوم بإدراك ما فيش فتلاقيه عنده خمسين ستين سنة زهن الروح ما يجيب ش لسنتين يسأل إيه أبونا يعني الآب والابن وروح الخدس أنا ما تلقبط الحكاية دي إزاي ربنا يعني يتجسد طب وليه تصلب وإزاي يسأل أسئلها عجيبة قوي لا تتوقعها من إنسان عايش فعلا كبير مختبر تكلم القديس بوليس الرسول مع أهل كرونس وكانوا الناس مفتدئين عاش كم سنة في الإيمان وبعدين قال لهم أنا سقيتكم لبن لا طعام لأنكم مش قادرين لأن الطعام الحلو للبالغين أنتم المفروض بسبب طول الزمان تبقوا معلمين ليه مش بقى لك كم سنة فبقى ذهنك مدرك الإلهيات قال لأ أنتم عايشين جزدانيين لأنكم متحذبين خدتوا بوليس وأبوليس بحسب الجسد والناس قالوا أننا بتوع بوليس والتاني قال بتوع بأبوليس كأننا حزب من أحزاب العالم وكأننا شلة من الشل وبسبب الحياة الجزدانية المظهرية البرانية دي حرمتهم من الداخل فمش قادرة تديكم حاجة تنفع للبالغين الكبار المدركين وقال عشان كده بتديكم اللبن زي الأطفال فبقول لك ممكن الواحد يعيش سنين طويلة لكن ذهنه الروحي ضعيف ليه إدراكه للسماويات يسمع عنها طبعا الزهن زي ما بقول لك زهننا في المدارس علمونا ألف ب ت واحد اثنين ثلاثة وإحنا صغيرين وبعدين جمعوا طرحوا اسمه كسور ولغة رتمات صح تعلمنا كده الروحيين كده تعلم هل أدرب نفسي كل يوم عشان يبقى ليه ضمير مسيحي لا يمكن يترقى الزهن من غير تدريب أحد بيقفل ناقع على نفسه بالساعات ويسيب على الصلاة وسجود ودموع فعينه بتتفتح بيتنور بيشرق عليه النور في الداخل ويقول بنورك نعين النور الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح طبعا زي سفر التكوين قال في اللي يكن نور فكان النور قال لما قال زمان في سفر التكوين وحصل إحنا في حياتنا النور مش بتاع الشمس والأمر ده النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان قال ربنا نفسه اللي يكن نور هو الذي أشرق في قلوبنا فبقى الزهن الروحي مستنير مستنير مستنيرة أزهنكم زهن مناور لما تقترب إلى الله وأمور الله لما تقدر تميز الأمور المتخالفة في ألام مدرك ما واش واحد عيل صغير إنسان عارف كويس قوي إيه البلبلك كتير والأسئلة كتير أسئلة كتير أسئلة كتير معنى أن الزهن ضعيف أعمل دي ولا دي 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 ولا دي ده حلال ولا حرام ده زهن أطفال لكن زهن الكاملين زهن ثاني المنطق وأحقاء زهنكم إيه ده الزهن ده عمل إزا راجل راجل بيتحزم عشان يبقى متشدد في زهن ممنطق قوي وفي زهن ضعيف أنا بقول لك في ناس اخترعوا الاختراعات الكبيرة بعقلهم وإحنا عندنا عقله برضو بس ما وصلناش لده على مستوى الجسد بنبصل الناس دول ايه اللي نشاطوا الزهن جدا ودرسوا ودرسوا ناس كرسوا الحياة للعلم وتكرس الحياة للطب ليل والنهار فوصل وصل أنا أنا بحينا سطحيين قوي 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 نجري ورا الآيات والمعجزات والحق ده خر زيت وده عمل مش عارف بقى زهننا الروحي بقى يضحك عليه في أزهانكم يكونوا كاملين الكمال الكمال في معرفة الله يعني واحد يدخل الأداس هو زهنه منجمع إدراكه لوجود المسيح الحي الإله الزبيح على المزبح إدراك كبير طبعا يبان عليه من دخوله للكنيسة من صلاته من سجوده من خشوعه يبان فالواحد تاني هو دخل الأداس طايش زهنه إيه ولحق هو رحنا الأداس جينا من الأداس طلعنا من الأداس الأداس زبيحة لا يأتي عليها الزمن حضرت مئة أداس ومئتين أداس وتحفز وفقا إيه إطلاقا لا الروحيين عاشوا الحياة كلها الأداس ما يقدمش الزبيحة لا يمكن بل يزداد ذهنهم كل يوم كل مرة يحضر فيها الأداس تم فتح السماوات لذي ذهن روح تغير السماوات بالزهن الروحي الكامل والإدراك الروحي الكامل مش بكر كلام تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم لتختبروا ما هي أرادة الله لإيه لأن ذهن المستنير ده عارف أرادة الله يختبرها كل يوم عارف ربنا بيعمل تدبير الله أعمال الله فما بيمشيش أو بيجاهد كمن يلاكم الهواء قال لا إخواتنا إحنا مش في الطايشة دي ده أنا عارف بضرب سهمي فين أنا عارف بمن أمنت قبلته ضوائق كثيرة وضيقات وألام وأتعاب وأسهار وأصفار واتهدات وألام حصارها كثير أوي 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 في الرسالة الثانية لأهل لكورونسوس طب وطلخبط قال إزاي يعني يعني الظروف الكبيرة أوي 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 اللي أنت عيشت فيها دي مش طلخبط لا طب يعني لما بتشفي الأمراض وتقيم الموتة وجسمك مليان مرض دي مش حاجة تلخبط قال لا لأ لأ حل بسيط لنفسي كده زي بقيت الناس وقلت الرب إزاي بس الناس يبصوا لي إزاي وانعيان وبشفي الأمراض تنفع تدرعت إلى الرب ثلاث مرات وبعدين رد وقال لتكفيك نعم هتي لأن قوتي في الضعف تكمل أنا عاوزك زي ما أنت فرس يهت الحكاية ما عادش يبقى في الأخبطة والحيرة والأخبطة 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 مقتنع مقتنع مليون المية أن كل الأعمال وكل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم دعوهم بحسب قصد عشان كده بقول طبعا حتى لو فاتت سنين مننا هل ممكن ذهني يعني يتحرك أه ممكن بعد ما وقف النمو كده سنين وضعت في العالم واكتفيت بما أنا في وصلت كأنها شيخوخة روحية لكن هل ممكن الممكن الذهن يتغير أمتى الكل يوم لو قبل الإنسان نعمة ولو دخل دخول جدي للحياة الروحية طبعا أساسها كله التوبة إن الإنسان يخلع عن نفس الأمور القديمة واللي عاشها واللي غلط فيها والضمير اللي مش صح والإدانات والكلام والنظرات وكل أنواع الخطايا يصفيها 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 يبتدي الضمير الروحي والحس الروحي والزهن الروحي فوق لما تتخلع منه الأمراض عاوز التوبة نقية ويبتدي الزهن يبقى مستنير في ناس كتير من الأباء بدأوا هذا الأمر من بيئات ضعيفة جدا كانوا أو بدأوا حياة روحية تغير الشكل كله وفي ناس بدأوا في سن كبيرة ولكن أدركوا الأمور الكبيرة قوي في فترات قليلة ليه لأن الروح القدس ملوش مكيال ليس بكيل يعطى الله الروح فأطلوه من المسيح أن ذهننا الروح اللي بندرك بيه السماوات ماش بتدرك السماوات بالزهن جسد ما حضع عقله كبير يعني يطلع السماء لا ولكن إذا كانت روح تتقدس والبصيرة الداخلية تستنير يبتدي يدرك الذي لا يمكن إدراكه لربنا المجدد آمين ترجمة نانسي قنقر